بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار نقل اميرة سعودية الى مستشفى فرنسي بعد اقتحام اللصوص لشقتها تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك والايك للفيديو قالت الصحيفة ان الاميرة البلغة من العمر السابعة والاربعين عاما اصيبت بالصدمة بعد ان عادت الى شقتها التي غادرتها في اغسطس الماضي لتجد ان حقائبها وسعتها ومجوهرتها اختفت فيما قدر المحققون ان القيمة الاجمالية للمسرقات تتجاوز الستمائة الف يورو ونقلت وكالة فرانس بيرس عن مصدر مطلع على القضية قوله ان الجناء دخلوا دون اقتحام الشقة الواقعة في شارع جورج الخامس قرب جدة الشانزليزي الشهيرة وبين المسرقات نحو سلسون حقيبة ارميس تقدر قيمتها بما يتراوح بين عشرة الاف وثلسين الف يورو وساعة كارتيه مجوهرات وفراء ولفتت لبرذيان الى ان الاميرة استقبلت في شهر اغسطس رجلا تحوم حوله الشكوب حيث اقترح عليها في العديد من المرات بيع مقتنايتها الفاخرة على موقع اي بي لكنها رفضت وتعززت هذه الشكوك بعد اكتشاف ان مفتاح الشقة الاضافي مفقو ونقلت الاميرة السعودية الى مستشفى فرنسي في حالة صدمة بعد تعرض شقتها في العاصمة باريس للسطو والسارقة ولم يتمكن المحققون الفرنسيون من الاستماع الى افادة الاميرة بسبب حالة الصدمة التي انتابتها